وهنا مسألة أن بعضا من الفقهاء ربما فضل انشغاله بالعباد بالعلم على انشغاله بالعبادة فقد جاء عن أبي نصر بن الصباغ أحد فقهاء الشافعية المشهورين أنه قال لأن أحيي ليلة في العلم أحب إلي من أن أحييها صلاة والحقيقة أن كلامه إذا كان على سبيل الاستثناء فصوب وأما على سبيل الإطلاق فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواضب على صلاة الوتر وهذه صلاة الوتر ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا ولذا فإن طالب العلم إنما يفاضل بينها وبين بعض النوافل عند التعارض ولا يوجد التعارض والأسف أن بعضا من طلبة العلم ربما ينشغل في الليل لا بطلب العلم وإنما ربما انشغلا بأشياء أخر من حديث الدنيا وغيره وهنا مسألة قصيرة جدا أوصي الحاضرين وأغلبهم من الشباب أن يعود نفسه في صغر سنه وحداثة أمره على أن يجعل له وردا من القرآن وأن يجعل له وردا من الصلاة وليكن ذلك الورد في الليل خاصة فإن صلاة الليل خاصة مهمة لطالب العلم فإنها سبحان الله العظيم من أعظم الأسباب على الثبات في الدين وهي من أعظم ما يأنس به المرء بربه جل وعلا وتعلمون ما جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة أعظم لذائذ الدنيا أمران الصلاة والعلم وأعظم العلم القرآن هذه أعظم لذائذ العبادات بل هي أعظم لذائذ الدنيا فمن فتح عليه فيهما فإنه السعيد ولذلك أنا أقول لطالب العلم وخاصة مدام شابا عود نفسك على أن تجعل لك وردا لا أقول بالغ ولا أقول شد على نفسك فإن عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول جاهدت نفسي في قيام الليل عشرين سنة فارتاحت عشرين سنة فيتدرب درجة فدرجة حتى يصل إلى ما يرغبه وذلك اجعل لنفسك دربة في الوقت واجعل لك دربة في العدد هذا قيام الليل صلاة النهار كذلك اجعل لك حظا وأنتم تعلمون وأشرت قبل قليل إشارة لمسألة صلاة الضحى الضحى فيها روايتان في المذهب مشهور المذهب أنه يستحب صلاة الضحى مطلقا لكن يستحب أن تصلى غبا يعني تصلى أحيانا وتترك أحيانا لأن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها ونفي عائشة رضي الله عنها محمول على أقل أحوال على الترك أحيانا والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييدين ويدل لها رواية عند الإمام أحمد في المسند أن صلاة الضحى إنما تستحب لمن ترك قيام الليل وهو الوتر وقد جاء في المسند ما يدل على ذلك في بعض ألفاظ الحديث فإنها تكون مجزئة عن الوتر ولذا فإن جاءك يوم ففوت الوتر أو كانت عادتك تفويت الوتر فلا تفوت صلاة الضحى لا بد أن تأتي بواحدة من الثنتين أما أن تضيع الثنتين فهذا لا شك أنه شر عظيم ومن أعظم توفيق الله عز وجل العبد أن يكون له عبادة سر في بيته وقبل رقدته وغير ذلك من الأمور والحديثي هي طويل نعم ترجمة نانسي قنقر